اهلا بحضراتكم من جديد والسنة دي ما ادرشي ولا مباراة ميني سدد فاتورة الاخطاء التحكمية كابتن ياسر ابراهيم كابتن الرئيس لجنة الحكام فكروني مين يا جماعة كابتن ياسر عبدالرقوف عفوا كابتن ياسر عبدالرقوف سنة اللي فاتت لما شفنا الاخطاء الفجة في مباراة الاهلي امام البنك الاهلي وكان على الفار الكابتن محمد الحنفي هل النهاردة انت بتكافئ الكابتن محمد الحنفي انه يدير مباراة الاهلي امام البنك الاهلي ونشوف اخطاء تحكمية فاضحة مرة تانية السنة دي شفنا في راكل الجزاء ياسر ابراهيم راكل الجزاء صحيحة ويحرم النادي الاهلي من راكل الجزاء صحيحة بنشوف الهدف اللي احرزه رامي ربيعة وكرة جات في ايد رامي ربيعة وتم استناف اللعب وبعت في حوزة لاعب البنك الاهلي علشان يبدأ هدمة تروح لردى سليم ويسجل منها النادي الاهلي والفاريس تدعي الكابتن محمد الحنفي بعد ما كانت لعبة جديدة مش دي اخطاء صعبة واحنا لسه بنبتدي بنبتدي الدور المصري يعني بتتكلم في راكل الجزاء صحيحة للنادي الاهلي وهدف ملغي للنادي الاهلي صحيح واحنا لسه بنقول يا هادي في بداية الدوري مين يتحمل ومين يستحمل الاخطاء التحكمية للحكام بتوعنا يا كابتن ياسر ينفع الاخطاء اللي احنا بنحصل النهاردة يحصل وينفع كمان التعيينات اللي بتنفي لجنة الحكام وانت النهاردة عارف ان كابتن محمد الحنفي بوز مباراة السنة اللي فاتت الاهلي امام البنك الاهلي وكان هو على الفار كرة ايمن اشرف كان كابتن محمود البنة في الملعب ما شافش الكرة واستنى كابتن محمد الحنفي عشان يحسبها والنهاردة كابتن محمد الحنفي موجود كانت متكرم كابتن محمد الحنفي في مباراة الاهلي امام بنك الاهلي والنهاردة جايب لنا كمان كابتن محمد علاء هاشم حكم صغير في السن من السنة اللي فاتت والسنة دي ما قدرش ولا مباراة اه بنقول وتكلمنا في اخطاء الاهلي وقلنا النهاردة الاداء تحت المتوسط ودون المستوى لكن الاخطاء التحكمية فين الديني حق الاول الديني حق وحق العدالة لجميع الفرق حق العدالة لجميع الفرق علشان النهاردة كل فرق تاخد حقها انت النهاردة الماتش اللي فات انا خسرت نقطتين امام الاتحاد السكنداري طلعنا واشدنا بالتحكيم وقلنا النادي الاهلي اجاد في المباراة وقلنا النادي الاهلي مالوش اي حق في المباراة كلها رؤية تحكمية جيدة لكن النهاردة شوف اللعبة دي شوف ياسر ابراهيم وهو بيلعب الكرة وهو بيتشد فين كابتن محمد علاء هاشم وفين حكم الفرق النهاردة من اللعبة دي ليه ما وقفش عندها كابتن محمد الحنفي واللعبة بتروح له ياسر ابراهيم بروح له بيستانف اللعبة بعدها بسواني مش كام من الاولى مش كام من الاولى النهاردة ان انا اقف عند اللعبة وعيد واجيب الكابتن محمد الحنفي زي ما انتجبته في الهدف الملغي للنادي الاهلي اللي هو صحيح علشان يتأكد من اللعبة ويشوف ولا لعبة زي دي اجماعة عدد مورو الكرام هنرجع تاني هنرجع تاني لاختاة التحكمية ولما النادي الاهلي يطالب بحكام اجانب ودارة حكام اجانب الناس بتزعل النادي الاهلي لما طالب بخبير اجنبي تحكيمي لتعليم الحكام المصريين ودارة لجنة الحكام الناس اضايق تزعل ما انتوا اللي تعملوا في نفسكم الكلام ده لما تبقى الاخطاء بالشكل ده لما بتروح في ناحية تانية الجامل وتحسب ركلات جزاء غير صحيحة وتيجي عند النادي الاهلي ركل الجزاء صحيحة ملغية وهدف صحيح ملغي مين يستحمل ومين يحاسل ومين يدفع الفاتورة الفكرة بتتكلم عليها سامة برضو علشان الناس ما تربطش الاثنين احنا زي ما انت بتتكلم النادي الاهلي النهاردة اداء سيء كلنا متفقين ده اللي احنا قرنا به وبنقول ده علشان ما حدش يطلع اقولك انت يعني لا احنا بنتكلم فير اه اداء النادي الاهلي اداء غير مكنع لكن ده لا يمنع انك تدي النادي الاهلي حقه ما ده مش مرتبة انت حكم المفروض على الاهل يعني زي ما انت بتقول يروح يبص عليها او حكم الفاري كابتن محسن يقوله تعالى في شك في ضرب الجزاء هو حيروح يشوفه بعدين هو ليه قرار الاول والاخير يعني الخطوة الاولى مش مرتبة ممكن جدا يروح يقولك لا مش ضرب الجزاء خلاص يبقى تمام يبقى هو راح وشاف مش ضرب الجزاء الكرة التانية بتاعت احنا كلنا اه قلنا يعني لمسة يد لكن في بعض بعض الاراة الاخرى بتقولك هو لمسة يد وبعدين استحوز نادي او لعب البنك الاهلي على القرة بعد لمسة يد فتعتبر لعبة تانية مختلفة فكل الامور دي احنا بنتكلم نادي الاهلي النهاردة مش في المستوى المطلوب نادي الاهلي النهاردة عنده اخطاء وعنده 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 لكن في النحية التانية لازم الحكم كمان لازم يعني يتعملوا برضو بروفايل ايه اخطائك النهاردة ايه حالتك النهاردة لكن الحقيقة الموضوع بقى صعب جدا وانحنا لسه بنقول يا هادي ولسه ما دخلناش في معمعة الدوري والحقيقة اخطاء كتيرة جدا جدا في وقت قليل للأسف